سلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يرصد لكم المواضيع التي تفاعل معها جمهور الجمهورية الخمس جمهورية الزرقاء طبعا فيسبوك والتويتر والانستغرام واليوتيوب إضافة إلى التيك توك والبداية من أول ذهبيتين تتحصل عليها الجزائر في الألعاب البرامبية بطوكيو بفضل الرياضية شيرين عبداللاوي في منافسة الجيدو الأقل من 52 كيلو جرام بعد فوزها على الكندية بحركة الإيبو لكن قبل مشاهدة الطريقة التي تفوقت بها شاهدوا ماذا قالت شيرين في مطار الجزائر قبل تنقلها إلى توكيو قالت حلمي منذ الصغر ربما لم يتحقق في 2016 بالإلعاب الأولمبية لأني تحصلت على البرونزية بصدق أريدو وأتمنى سماع النشيد الوطني من أجل إسعاد الشعب الجزائري وإن شاء الله يدعونا شاهدوا كيف تفوقت على الكندية في فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هل تفوقت على الانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل تفوقت على الانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي؟ حلمها برفع العالم في توكيو تحقق وهنا بدأت بطلة الجزائر شيرين عبداللاوي متأثرة أثناء عزف النشيد الوطني فما كان عليها إلا أن وضعت يدها على قلبها لتحس بفرحات الجزائريين بهذا التتويج ترجمة نانسي قنقر بطلة الجزائر شيرين عبداللاوي ولدت في 28 أوت يعني في مثل هذا اليوم من سنة 2098 في 2013 كانت أول مشاركة لها في المجر في بطولة عالمية تحصلت على الفضية في فئتي الأواسط في 2014 شاركت في بطولة عالمية للأكابر حققت البرونز في ريو بالبرازيل سنة 2016 تحصلت على مضالية برونزية وكانت حينها في السن الثامنة عشر سنة في توكيو في 2020 مضالية ذهبية وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الثالث والعشرين مجلة اليابان الناطقة باللغة العربية كتبت على صفحتها الرسمية بالتويتر قائلة حصدت البطلة شيرين عبداللاوي أول ذهبية لصالح الجزائر في ألعاب توكيو 2020 لأصحاب الهمم بعد تغلبها على نظيرتها الكندية بريسلا قانيه في منافسة الجيد السيدات مدون وزن 52 كيلوغرام في الثلاثة بواحد وهي الفئات المخصصة لأصحاب القصور في الرؤية طبعا اليوم حصدت الجزائر الميضالية الخامسة وذلك بعد الميضالية البرونزية للرياضية مونة قاسمي في رمي الصولجان يضاف لها الرباع الجزائري حسين باتير الذي أهدى الجزائر حسين باتير هذا الذي أهدى الجزائر طبعا البرونزية في رياضة رفع الأثقال أما نسيمة صيفي فقد أحرزت الفضية هذه التي تظهر في الصورة في منافسة رمي القرص وأهدى اليوم البطل وليد فرحاح ميضالية برونزية جديدة للجزائر في منافسة رمي الصولجان كيف تفاعل الجزائريون مع ذهبية شيرين وتتويجة الأبطال الآخرين بالفضة والبرونز سليما سواكري كتبت على صفحتها الرسمية بتويتر المنازلة النهائية القوية التي أدتها المتألق الرائعة عبداللوي بكل بطولة وعزيمة وإصار وتغلبت على المصارع الكندية قاني بيريسيلا إذ افتكت الميضالية الذهبية في اختصاص الجيدو وزن أقل بـ 152 كيلو جرام ضمن المنافسة الألعاب طوكيو 2020 شكرا يا فخرة الجزائر هنا تغريدة لآنيا لافندي تنتقد فيه فشل الرياضيين في الألعاب الأولمبية وكتبت بعد الأداء الكارثي الذي ظهر به أربعة وأربعون رياضية جزائريا في الألعاب الأولمبية بطوكيو شيرين عبداللوي تهدي الجزائر أول ذهبية في الألعاب البراليمبية شكرا شيرين على الجمهورية الزرقاء فيسبوك علق أبو مهدي قائلا ما عجز عنه الأصحاء في الألعاب الأولمبية حققت أصحاب الهيمن في الألعاب البراليمبية برافو وانتظروا المزيد إن شاء الله حسين يتفاعل مع تتويجاته وكتب فرحكم الله كما فرحتم الشعب الجزائري في هذه الأوقات هؤلاء ما قالوا التحذير ولا وباء كورونا ومبررات غير منطقية سيد وزير رياضة حان وقت التقييم والحساب في الاتحادات وخاصة اللجنة الأولمبية المال مال الشعب الجزائري وأنتم مسؤولون عليه هنا تعليق لفاروق العروسي كتب فيه كم اشتقنا للنشيد الوطني ليرفع في المحافل الدولية ألف ألف مبروك لبطلة العالم وقدار مقداد أدلى بدلوهي في الموضوع وكتب دائما أصحاب الهمام العالية يرفعون الراية الوطنية عاليا ألف مبروك على البطلة وعلى الجزائر ونختم بتعليق عبد الرحمن بن دحمن حيث قال هذا دليل على أن القوة والإرادة ليست حتما في المظهر الخارجي بل في القلب للإشارة فإن البطلة شيرين عبداللوي دخلت حفلة الافتتاح بطوكيو وهي ترتدي اللباس التقليدي الكراكو وخرجت من المنافسة وهي تحمل الذهب